موسيقى السلام عليكم مرحمة بكم في القناة مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة تجميل جديدة هذه الوصفة خاصة بإزالة البقع الشمس التي توجد على البشرة الوجه السمار التي توجد على البشرة بسبب الشمس قبل أن نبدأ الفيديو أن تستعملوا واقي الشمس كل ساعتين تستعملوا واقي الشمس منين نريد أن نستعملوا مرة أخرى خاصة نغسلوا الوجه نطبقه على الواقي الشمس على البشرة باش نحافظوا عليها من الأشعة ديال الشمس اليوم نقدم لكم هذه الوصفة الطبيعية اللي غادي تساعدكم إلا كانت عندكم شي بوقع الشمس في الوجه فهي غادي تزول إن شاء الله هاد الوصفة كنحتاجوا فيها هنا عندي دقيق الكامل اللي كيكون بالنخالة دياله دقيق الكامل إما كتستعملوا الدقيق الكامل إلا ما كانش متوفر عندكم كيمكن لكم تستعملوا دقيق الحمص يعني كان الحمص مطحون أو كتستعملوا دقيق شوفان أو الخرطال تحتاجوا إلى حليب هنا الحليب السائل عادي اللي كن نشربوه غادي نخلطو هاد الدقيق ديالنا بالحليب حتى قنحصلو على عجينة بحالة قنعجنوه هادك العجين فاحنا قنطبقوها بعد مكن طبيعات الحال كانت نقطفن البشرة ديالنا فاحنا قنطبقو هاد العاجين ديال الدقيق مع الحليب على البشرة ديالنا قنخليوها الواحد لمدة 15 دقيقة من بيت فنغسل الوجه بالماء الدافئ ونأخذ 1 قطن ماء الورد وندوز على البشرة هذه الوصفة يمكنكم استعملها كل يومين يمكنكم استعملها 3 مرات في الأسبوع فهي غير مدرة للبشرة سوف تفيدكم حتى تنعم في نفس الوقت البشرة وسوف تحيد لكم هذه البقعة السوداء التي تكون موجودة في البشرة نتمنى تجربوا هذه الوصفة وتكون فعالة لكم شكرا على التتبع لكم لا تنسوا لكم فيديو لا تنسوا للمشاهدة اشتركوا في القناة لكي يوصلكم ديما جديد القناة لإطلاع على مزيد من الوصفات صوروا الموقع عينشفمريم.com أيضا موقع شهوتي.com شكرا للمشاهدة لكم إلى اللقاء إلى حلقة قادمة بإذن الله شكرا لكم